السلام عليكم أحبائي اليوم سوف نقوم بشرح مبسط لدرس المفعول فيه تعريف المفعول فيه المفعول فيه اسم منصوب يبين زمان أو مكان وقوعه بمعنى يدل على متى وأين وقع الحدث وهو متضمن معنا فيه ويسمى الأول ظرف زمان والثاني ظرف مكان لكي نفهم هذه القاعدة سنمر إلى هذه الأمثلة لنوضحها أكثر السؤال أول يقول أحدد المفعول فيه في الجمل التالية يعمل الطيار داخل القمرة هنا سنسأل بأين؟ أين يعمل الطيار؟ يعمل الطيار داخل القمرة إذا المفعول فيه هنا هو داخل جملة الثانية يبدأ الطيار الرحلة صباحا السؤال متى يبدأ الطيار الرحلة؟ يبدأ الطيار الرحلة صباحا إذا المفعول فيه هنا ظرف زمان هو صباحا يراقب الطيار الإشارات خلف لوحة القيادة السؤال أين يراقب الطيار الإشارات؟ يراقب الطيار الإشارات خلف لوحة القيادة هنا خلف مفعول فيه ظرف مكان تنتهي الرحلة مساءا السؤال متى تنتهي الرحلة؟ إذن تنتهي مساءا إذن مساء هنا مفعول فيه ظرف زمان يغادر السائق المدينة صباحا ويعود إليها مساءا السؤال متى يغادر السائق المدينة ومتى يعود إليها؟ إذن هنا صباحا مساءا مفعول فيه ظرف زمان اكتشف العلماء آثارا تحت الأرض أين اكتشف العلماء الآثار اكتشف العلماء الآثار تحت الأرض إذن تحت مفعول فيه ظرف مكان وقف المخترعون الصغار أمام لجنة التحكيم سؤال أين وقف المخترعون الصغار وقف المخترعون الصغار أمام إذن هنا أمام مفعول فيه ظرف مكان إذن فهمنا بأنه في ظرف مكان نسأل بأين وفي ظرف زمان نفهم بمتى وكذلك سمي المفعول فيه بهذا الاسم لماذا؟ لأنه يتضمن حرف جر في مثلا نقول يبدأ الطيار الرحلة في الصباح تنتهي الرحلة في المساء يعمل الطيار في القمرتي لذلك سمي بالمفعول فيه لذلك قلنا في الأول بمعنى يدل على متى وأين يعني في المفعول فيه نسأل بمتى وأين وقع الحدث وهو متضمن معنى فيه مفهوم فيه لذلك سمي بالمفعول فيه لأنه يتضمن معنى فيه السنتج عندما نسأل بأين يكون المفعول فيه ظرف مكان وعندما نسأل بمتى يكون المفعول فيه ظرف زمن سمي المفعول فيه بهذا الاسم لأنه يصح أن نغير مثلا هذه الجملة يعمل الطيار داخل القمرتي يعمل الطيار في القمرتي يبدأ الطيار الرحلة صباحا يعني يبدأ الطيار الرحلة في الصباح والآن سنمر إلى بعض ظروف الزمان وظروف المكان أمثلة ظروف الزمان مثل فجرا صبحا ظهرا زوالا أسبوعا شهرا سيفا خريفا شتاء ربيعا غدا لحدة برهة وظروف المكان مثل يمين شمال شرق غرب أمام خلف وراء تحت فوق وسط داخل وخارج إلى غيرها ولكن هناك ظروف مشتركة بين الزمان والمكان مثل قبل بعد عند مع بين مثال جاء أبي من السوق بين الظهر والعصر هنا نسأل هل بمتى أو بأين مثلا مثل جاء أبوك من السوق جاء أبي من السوق بين الظهر والعصر إذن هذا ظرف زمان ولكن إذا قلت صار سعيد بين الأشجار أين صار سعيد هنا بين تدل على ظرف المكان وهناك كيف نعرب المفعول فيه أمتلا وقف الأستاذ أمام السبورة وقف فعل ماضي مبني على الفتح الأستاذ فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره أمام مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتح الظاهر على آخره وهو مضاف السبورة مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهر على آخره صاح الديك فجرا صاح فعل ماضي مبني على الفتح الديك فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره فجرا مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتح الظاهر على آخره لنمر الآن إلى تمارين تطبيقية سؤال يقول أضع ضرف زمان أو ضرف مكان في المكان المناسب نذهب إلى البحر متى؟ متى نذهب إلى البحر؟ نذهب إلى البحر صيفا هنا نطرح السؤال بمتى؟ ويصح أن نقول نذهب إلى البحر في الصيف نرتدي الملابس الخفيفة مدى؟ أيضا صيفا أذهب إلى المدرسة صباحا أو في الصباح أذهب إلى المدرسة صباحا أصلي ثلاثة ظهر زوالا تعيش الأرانب في جحور أين؟ تحت الأرض هنا نطرح السؤال بأين؟ ننظف الأسنان متى؟ بعد الأكل وقفت ماذا؟ وقفت أمام المدفئة هنا ظرف مكان سؤال الثاني أحدد نوع المفعول فيه في الجمل التالية يصيح الديك فجرا إذن متى يصيح الديك؟ يصيح الديك فجرا هنا فجرا مفعول فيه ظرف زمان نام الولد باكرا متى نام الولد؟ نام الولد باكرا إذن هنا أيضا ظرف زمان وقف القط أمام الباب أين وقف القط؟ وقف القط أمام الباب إذن مفعول فيه ظرف مكان أمام ظرف مكان يعتدل الجو ربيعا إذن متى يعتدل الجو؟ يعتدل الجو في الربيع إذن هنا ظرف زمان وضعت الكرة تحت الطاولة أين وضعت الكرة؟ وضعت الكرة تحت الطاولة إذن هنا مفعول فيه تحت مفعول فيه ظرف مكان أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا وإلى حصة أخرى بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر